هدفنا نساعدكم اتطوروا فكرتكم لشركة ومن شركة صغيرة لشركة أكبر نذكرين بأول المصاق لما حكينا أن الرياضة التكنولوجية باعتمادها المتكامل على الإنترنت بتفتح لنا فرص جديدة؟ في هذا الجزء رح نشرح أكتر عن الموضوع بس خلاصته أنه إذا في عندكم زباين وقصص نجاح بفلسطين لازم تفكروا بأسواق جديدة ممكن تتوسعوا لها لتجيبوا زباين اجداد من خلال الإنترنت طب كيف بعرف أن الشركة تاعتي عندها قابلية للتوسع أو ما يسمى وشوي عن التوسع في موضوع الشركات الناشئة التكنولوجية؟ كتير أسئلة رح نجوابكم عليها عشان أعتبر شركتي أنه عندها قابلية التوسع فمعناته أنه عندها القدرة أنها تزيد نطاق عملها وإراداتها معرف أنه الموضوع شوي جديد ولسه مش كتير واضح شو الفرق بينها وبين تكبير الشركة صاد المصطلح صار كتير متداول لأنها ميزة امتازت فيها الشركات الناشئة اللي بتحلي المشاكل عن طريق استخدام الإنترنت هاد كله لأنه الشركة تاعتها عندها قابلية التوسع كمثال خلينا نقارن بين محل حلاقة وشركة ناشئة محل حلاقة توسع الممكن كتير محدود في معظم الأحيان ومنافسة المحل في نفس الحارة أو في المدينة تكاليفه وإراداته كمان مش صعب توقعها أما الشركة الناشئة التكنولوجية بتختلف بشكل كامل توسع الشركة الناشئة ضخم في معظم الأحيان والمنافسة ممكن تكون إقليمية ومرات كمان دولية وتكاليفه وإرادات الشركة ممكن تتوسع بشكل كتير كبير حسب المنتج أو الخدمة اللي بتقدموها فمثلا توسع فيسبوك السريع كان بسبب فرصة النمو العائلة اللي الإنترنت بيوفرها وبجهد مبرمجين ومدراء وكتير من الاستثمار ووصلوا الملايين وبعدها المليارات من المستخدمين وبتخيل هلأ صار منطقي ليش المستثمرين دايماً بيهمهم أنه يكون المشروع سكيليبل أو يعني عنده قابلية التوسع عشان إذا كان المشروع عنده قابلية التوسع فمعناها الشركة بتقدر يتغطي نطاق أوسع وبتكلفة معقولة وزبينها ما تكون محصورة بفلسطين فقط التوسع والنمو السريع من أهم مميزات الشركات الناشئة وفيه طرق لتجربة وتحقيق هذا التوسع خلينا نشوف بعضها بالدرسة لبعده